السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأربعة ستة آذار مارس القمر اليوم موجود في برج الجدي ورح يظل طيلة اليوم موجود في برج الجدي وفي عنا خلو مسار ورح يستمر خلو المسار لبعد منتصف الليل يعني طيلة اليوم القمر في برج الجدي القمر الآن موجود في منزلة سعد بلع وهي منزلة للعلاج والفراق واتلاف الأموال والحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة خمسة وثلاثين دقيقة مساء من مساء اليوم الأربعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق القمر بما أنه موجود في برج الجدي معناته اليوم برضو منكون أكثر عقلانية ومنحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ومندرك أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة وبعضنا ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحضوظ يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة ودقيقة بعد منصف الليل منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا يمكننا يعني هيك إنها هاي الزاوية بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و54 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبرضو بتخلي في عنا ثقة بالنفس ونتقلق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة 37 و34 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فأن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كلفا والديكور والتجميل وهذا هو الوقت المناسب لا الراحة لأن الأجواء جيدة وجميلة فالاستراحة وأخذ النفس ممتازة جدا برضو بتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال الفنية والروحانيات بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار السلبي للقمر رح يبدأ الساعة 37 و34 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش رح يستمر حتى تمام الساعة 12 و38 دقيقة بعد منتصف ليل الأربعاء على الخميس ليستقر القمر بعدها في برج الدلو هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراش يثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم عنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري والرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن بالنسبة لهذه الأعضاء طبعا ما بيصير أن نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها ولكن مراجعات طبية أو عمل فحوصات طبية ما في أي مشاكل أما الباقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة للعمليات الجراحية طبعا بالنسبة لهذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصفغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجدع ذكرنا أنه خلو المسار رح يكون الساعة سبعة وأربعة وثلاثين دقيقة من مساء هذا اليوم ورح يستمر لغاية الساعة اثناش وثمانية وثلاثين دقيقة بعد منتصف ليل الأربعة على الخميس بتوقيت جرانيتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره خمسة وعشرين يوم الساعة وحدة وتسعة دقائق بعد منتصف الليل بصير ستة وعشرين يوم نسبة الإضاءة سبعة عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيد العام بنسبة ستين في المية ساعات الصباح سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في الجدي حتى يوم سبعة ثلاثة سعيد الآن بنسبة خمسة وثمانين في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة سبعين في المية ساعات المساء سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية عطارد في الحوت حتى يوم عشر ثلاثة منتحس بنسبة عشر في المية الزهرة في الدلو حتى يوم احدعش ثلاثة منتحس بنسبة خمسين في المية المريخ في الدلو حتى يوم 22-3 منتحس بنسبة 40% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم بإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة هدوا من روعكم أمات فعلوا اتجنبوا مخالفة القوانين وإحرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور تنشطوا اليوم في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن بعضكم يذهب في رحلة أو يروج لعمل أو ممكن تحصلوا على معلومات ما كنتوا تتوقعوها وبيكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتكم العاطفية والعائلية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالي المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج وبيبوسعكم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري هاي الفترة شوي سلبية وضاغطة وما بينفعك سوى الصبر والمرونة لأن القمر موجود مقابلك تماما فممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات حاول ضبط أعصابك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا أنجزوا ما بغسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاكم وراحتكم كونوا منظمين وأحسنوا إدارة عملكم وحاذروا من الجدال مع المعاونين ولا تهملوا صحتكم ولا تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم تنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهمش إنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة أصحح الأخطاء برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر بعض المسائل أو المشاكل الشخصية لا تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة راعي وضعك الصحي أيضاً صحتك أو صحة أحد الأحبة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب تنشطوا في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان بإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جهر تدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل يعني لتأهيل قدراتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف الأموال ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو ممكن تفكروا في بعض الاستثمارات أو التوظيفات فترة إيجابية ممكن تحققوا من خلالها ربح برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بقدروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية أيضا اليوم فيه انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة وواقعية الأمور تشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدى واترتكم لحد الركود خلال هذا اليوم ولكن بظل أفضل من يوم أمس تلغي مشاريعك أو ممكن تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش أنك ما تحسم أمر للفترة هاي سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها اصبر لغاية الغد برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ابتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ما ممكن تعزز شعبيتك وتحصد بعض الأرباح بتحرق بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك وبتخف الضغوط وبيطمئن بالك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر